مرة مرة نجيب لكم وصفة مبتكرة مختلفة وسهلة في التحذير السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشف صلاح البتني قبل ما بدأوا فيديو تانات عنها اليوم ما تنسوش تصلي وتسلموا على رسولي علي افضل صلوات اليوم ان شاء الله رح نشارك معكم مني باقيت بعجينة اقتصادية سهلة في التحذير وحشوة بالزاف الليضة يعني هذلي صندويش تقدروا يديروهم اللغدة ولا لاشا وترافقوا معهم انسوب ولا يجيوا بالزاف بنان وما يديروش منكم وقت كبير ما تنسوش تدعموني في الانستغرام يمكنكم تشوفوا في اسفل الشاشة وذكر واحد ومعايا نبدأوا في تحذير الوصفة اول حاجة بالنسبة للعجين عندي الهنا حوالي ربع كيسان انتع فارينة هذا الكاسل رفيد 220 ميلي لتر يعني الفارينة داتلي ارتل او 500 غرام فارينة ملعقة انتع خميرة الخبز وملعقة انتع سكر طبيعة الحال ملعقة تأكل نخلطوا هاد المكونات ومبعد نضيفوا الكاسل الاول تع الماء طبيعة الحال يكون دافي واللي هنا ما نخدموش بيدينا فقط بالسباتول ولا بمي العقة خشبية وندخلو هاداك الماء ملح في هذيك الفارينة مع الخميرة والسكر اللي هنا نزيد ونجيبوه الكاسل ثاني طبيعة الحال يكون الماء دافي صراحة انا الكمية اللي استعملتها دارتلي زوش كيسان زوش كيسان انتع الماء بنفس الكاسل كينا به الفارينة واللي هنا كما كنتم مع الجنت ما خدمت بيدي فقط بهذيك سباتول ندخلو هاداك المكونات كان مع بعض امباد نغطيوها اللي هنا هذي هي المرحلة المهمة تع هاد الميني باقيت نحطوها اللي هنا اول مرة تخمر لمدة ربع ساعة فيما كان يكون دافي بطبيعة الحال بماء نورا وبرد الحال ما تخليوهاش يضح في الحجم تحها بزاف كي ما خليتها انا مهم ربع ساعة وطلوا عليها نوليوش ندلو ندي قازيوها نحطوها هذك الخمور فقط بسباتول كي ما قلتكم ما تخدموش بيديكم وندلو اللي هنا ملعقة صغيرة على ملح في هذ المرحلة ندلو ملعقة صغيرة على ملح ندخلوها جيدا في هذك الخالط في نفس الوقت رانا ندلو في هذك العجين نزيد ونغطيوها للمرة الثانية وندلو لها صرفيطة ونخليوها حتى نضح في الحجم تحها لمدة ربع ساعة او خمسة عشر دقيقة ونزيدو نعودو لها النفس الطريقة هكا لمدة او اربع مرات ونحن نخدمو في نفس الطريقة كل ما تطلع لمدة ربع ساعة ندي قازيوها نعودو نغطيو عليها ونحطوها في مكان دافي مدة ربع ساعة ونزيدو نفس الطريقة لمدة اربع مرات هذي هي المرة الاخيرة ندي قازيو العجين تعنا ونعودو نغطيو عليه بالبابي فيلم ونخليو في مكان دافي ونبعد ان شاء الله نكملو الخطوات المتبقية كما قلتكم مهم كلش كلش ديرو اربع مرات هذي هي اخر مرة كما قلتكم اخر مرة نغطيها ونخليوها يضع في الحجم تحامل من بعد نجيو الهنا للبلوند ترافاي نستعينو بشوية الفارينة ونحطو هذك العجين كما كنت ورقاهم تعوراهو يعني بزاف قطري يتمسك في الايد نديرو شوية فارينة ونبدو الهنا نطبقوه على 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 اربعة بهذا الطريقة نزيدو نطبقوه من هي والهنا نجيبوه للكوبات ونقسمو هذ العجين الى اربع كوريات ولا خمس كوريات كما تحبوه بهذا الشكل اربع كوريات يكونوا متساويين في الحجم ونبعد الهنا نبدو نشكلوهم ديبولات بهذا الشكل حاولت نسرع لكم في الفيديو باش ما يجيكم مش طويل بزاف ولازم نستعينو بشوية فارينة لانو العجين نراهو بزاف بزاف مطلوق هكا ونحطوه في مكان ونغطيو عليهم بصرفيطة ونخليهم حوالي عشر دقايقوه ربع ساعة ونبعد الهنا نبدو نفتحوهم طبيعة الحال بالاستعانة بالفارينة دائما حاولوا تديرو على الوجه تعالي العجين بتاعكم باش ما يلصق لكمش في يديكم ونبدو اللي هنا نطويه بهذا الشكل كل ما نطويه ونضغطوه ونزيدو نغلقوها مليح مل تحتا ما تخافوش من بعدها حتى وطيبتوها رايما تفتح لكمش واللي هنا تحصلنا على ميني باقيت من الأحسن إذا كان عندكم بلاتون ثقب تديروها في البلاتون ثقب أحسن وأحسن إذا ما عندكمش عادي ديرو في ورق فرشولو أو عفوا في بلاتون فرشولو ورق الطاهي وتحطوو لباقيت تاكم بنفس طريقة نزيد معاكم حبة ثانية ونغلقوها ومنين غلقناها من ثم نحطو الميني باقيت تعنا لكل هنا بعد ما وجدتهم نغطيهم نخليهم يضع في الحجم تحتهم لي مدت ربع ساعة أخرى ومن بعد ان شاء الله اللي هنا نجيبو الفارينة ونغبروهم الفوق بشوية فارينة ومن بعد اللي هنا عندي هذا الموس لعلام شريته جديد وراح نشلح الخبز تعيي انا صراحة ان هنا شلحت الخبز بزاف يعني اغطست مليح هذك الموس لعلام دخلته مليح انتوما اذا ما بغيتوش يعني يتفتح بزاف ديرو غير شوية من الفوق انا راني اغطست بزاف هذك الموس لعلام بهذا الشكل وذكر راح نفوتو ديركت للفرن الفرن كونو شعلناه مسبقا على ميتين دراجة لازم يسخون مليح وتحطوه في الرف الوسطاني تشعلو لهم التحته كي تشوفو بداي حمار من التحته تزيدو شعلو لهم الفوق ياخذ لون محمر انا راني انتعمت انو نفتحوه باش يتفتح لي بهذا الطريقة اللي هنا يعني نحبس لكم الصون القربنشة وفي نفس الوقت كان الطروة نجيبوه هنا هذ الموس اللي يكون مشرشف ونحيو هذك المنتصف شفتو كي تفتحوها بزاف شوفو كيفاش يجي ويجي انديري خبز اللي هنا راح بعد ما افتحتهم كامل راح نبدأ ونحشوهم اللي هنا درت فرماج باتنا تشيز يجو على شكل دي باركات اول حاجة نديرو للفرماج تقدروا تستعملوا اي نوعية كانت عندكم انا استعملت باتنا تشيز تعالبي دون الحمرة اللي عنده طرتيليس ايضا ندير طرتيليس وعندي ايضا سلطة طبعا الحال بعد ما غسلناها ونقيناها قطعتها طرف صغيرة وفي كل واحدة ندير يعني انتم لكم الاختيار بالنسبة للحشو انا فقط راح نقطع عليكم الحشو تاعي وانتم لكم الاختيار عندي ايضا طماطم حبات طماطم فقط قطعتها مربعة صغيرة شوفوا اللي هنا كيفاش يعطيونا الالوان يعني يعطيو جمال لصاندويتش وعندي ايضا زوج حبات تاع الفريت قليتهم يعني هذو لصاندويتش هذو وحدة تكفي يعني تاكلي وحدة ما زليش تعاودي هاكا نديرو اللي فريت وبنفس طريقة نكمل مع كامل الحبات تاعي وانبعد اللي هنا عندي علبة تاع طن تاع الزيت نديرو شوية زيت باش يجينا مشمخ وانبعد نزيلو نقرنيوم الفوقة بالطن هذك تقديرو تديرو زيتون اخضر زيتون اسود وعندي المايوناز ولا تديرو فرماج كما تحبو تديرو في بوشادوي وتمشيه بهذه الطريقة تقديرو تديرو ايضا المعدنوس يعني دي صاندويتش تسهلين في التحذير وبالزاف بنان اذن هذه هي الوصفات عنها اليوم كما كنتشوفو الطرى ومع القرباشة اذا عجبتكم الفيديو تعلنت عنها اليوم معليكم الى تكثروا لي من اللي جامد كومنتيو لأسفل الفيديو واذا عجبتكم قناتي معليكم الى تديرو اشتراك ولا اابون ولا سبسكرايب فعلوا زر الجرس باش يصلكم كل جديد لا تنسوش تدعموني في الانستغرام اللي كنتشوفو في اسفل الشاشة شاف صلاح الباتني رح اخليكم رواب بتاعي تع تيك توك تع الانستغرام وتاع المجموعة اللي تخلو لي فيها تطبيقاتكم لوصفتي رح اخلمكم في صندوق الوصف لا تنسوش تدعموني في الانستغرام نطلقوا في عد اخر مع وصفة اخرى تهلا وفي رواحكم والسلام عليكم